اهلا وسهلا وصبح الخير ومرحبا بكم مرة جديدة على قناة رايحان شانيل كانتمنى تكونوا مزيان تكون اموركم غدا باخير الحمد لله هادلا فيديو هادي غادي نشارك معاكم فيها بزافة الحويجات داك شهلاش كنقول لكم خليكم معايا حتى الاخر الفيديو بالمناسبة اليوم السبت وكيف ما كتوفوه ما فقناش بكري بزاف فانا كان حاول ما نفوتش تسعود حيث وغير مولفتيها غير كده لك النهار ديالك وهنا يفقت قبل منهم شوية وديركسيون لكوزينة وقلتني مجدليم شي حاجة تكون زوينة ما كيف تروش بها اه اه اكوغ لها سمان حيث كيكون الوقت ما كينش هنا يخطيت العشواغ وخديت هنا يخطيت هنا المكسارات خديت شوية القرقاء شوية اللوز وشوية ديالتمر كيف ما كتشوفو وشوية ديال الزبيب لوزتهم كاملين فلاشواغ مزيان فهنايا غادي نصوب غادي نصوب واحد لغسات اللي على شكل بانكيك غير بانكيك هيلتي كندير فيه هنايا المكسارات كيف ما شفتو ودرت فيه هنايا ثلاثة ديال البانانات فالصراحة كيجيوا رائعين وكيجيوا لداد بزاف ما كاتش بعيش منهم فغير ما كيجيوا لداد والاهم انهم صحيين هنايا كيف ما قلت لكم تحنت المكسارات مع ثلاثة ديال بانانات مزيان تحطونا هات الشكل هذا وكنا اخد شي كوياغ ولا شي سباتيول ولا شي حاجة وكان حاول اناني كان كان نهبط من جنيبات حيث دوك المكسارات كيبقى ولها سقيلين في جناب مع التمر ملي كيتحن كيو اللي كيتلسق كيو اللي معلك ذاك شعلاش كنحاولو نهبطهم من جناب هنايا سافي ضفت ليهم ثلاثة ديال ديال البيضات كيف ما كتشوفو وغادي نعود عو تاني نطحن مزيان كل شي غير كيبالي ياداك البيض نساجم معه ملاء الشكل هذا كيف ما كتشوفو فهو ديما غاديبقى على شكل كريمي ما عمرو غادي ما عمرو غادي يقصح ليكم بزاف مع ديك البانان ودك المكسارات دي ما غايبقى على شكل كريمي هنا يضفت واحد اربع كاس ديال زيت النباتية وضفت ساشي ديال زهرة البورتقال تقدروا تزيدو العفاني لا بغيتو انا ما غاديش نضيف هنا يساني دا نهائيا فهذاك الزبيب والتمر والبانان عاطيني الحلاوة الكافية ليهم صافي هنا حييت حييت دك الموس ديال العشوار وبديت عودتاني كنخلط حييت بغي ما ودك المكسارات را كيبقى والعسقين في الجنيب هات حاولوا انكم تخلطوهم مع الخالط مزيان غير باش ينساجموا لكم هنا غاديم دا نضيف في الدقيق تدريجيا ولكن واحد الحاجة حاولوا انكم ما تقصحوش الخالط بزاف حييت ديجة البانان ودك المكسارات را كييتقلوهم شوية يعني كيف قلت لكم هو كيبقى على شكل كريمة على شكل هذا هنا اضفت المعلقة اللولى مع ساشي وحدة ديال خميرات الحلوة سافي وكان خلط مزيان غادي نضيف هنا المعلقة التانية فهما كيكونوا آآ عامرين هنا الدقيق الى كان عندكم الدقيق ديال الشوفان او لدقيق القمح الكامل يكون مغربل يكون افضل انا هنا ما توفروش عندي نرمال مو كان ديرهم بدقيق كيف قلت لكم ديال الشوفان ولا الدقيق ديال القمح الكامل هنا اضفت المعلقة الثالثة وانا كنخلط علاش كنضيف تدريجين غيباش من غيباش من انتقلش الخالات مزيان سافي سخنت هنا المقيلات بجوج غير باش نسربية ضغية قبل ما يفاقوا باش يفطروا بهم ويلقوهم سخان ودرت المقيلات بجوج وفغي محتاج لافاقوا كي بيجيوا كي بغيوا يعاونوني زع ما في الكوزينة واذاك شي وغي غي كيرونوني فهد شي علاش قلت نسربية ضغية قبل ما يفاقوا هما صافي درت كيف قلت لكم المقيلات بجوجهم يسخنوا ودرتهم على هات الشكل هادا غي كيبانوا لي بدو كيتحمروا شوية من الجنيبات غي شوية كيبدو يقصاحوا وكان قلب حفوان كان قلب العاجين ديالي باش كتتحمرتها من الجهة الاخرى غي هما هادو ما كيتنفخوش بزاف بحال البانكايك العاديين كيتنفخوش بزاف وكيجي المنظر ديالهم على هات الشكل هادا حيث كيكونوا هالتي الاخرين كيجي المنظر ديالهم فش فش هادو اللي كيجيوا كيجيوا مع الكين كيجيوا مع الكين بعدو كو المكسرات وبالبانان وصراحة كيجي الماضاق ديالهم رائع بزاب هادشي اللي طيب تكلو ما بقاش نهائيا وحطيت هنايا الفطور بدينا كنفطور بغيت غي نوريهم لكم من الداخل باش شوفوا التهليكة اللي كنهضر لكم عليها هنايا كنت ديرا شوية الحريرة احتها هي سخنتها وكويس تقاتي وزويسة تلعود اللي يجعل شي باركا هنايا حيث انا خارجة فلاشية داكشي علاش غير حيث الفطور دست نيشان للغضاء باش نجمع معي الكوزينة ونخرج منها خارجة واحدة ما نبقاش نعود نرجع لها حيث هي اللي كترون دنيا وكترونوك وكتبقيها الزالي هالهم هنايا قررت انني ندير واحد لغوستات كتعجبني نغمال مو هي كتجيب الروز غير انا قررت ان انني نديرها بليب باد حيث ما لوغزمو بناتي مكي ياكلوش روز فانا اخذي التنجرة ووضعت فيها زويتة احتها سخنت شوية ووضعت بسلم قطة عرقيقة مع مع التومة ووضعت الملحة التحميرة اللي خرقه مع عرق اسكين جبير والبزهر تقريبا معلقة 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 صغيرة من كل شي ووضعت هنايا واحد راس المعلقة ديال السمن كيف ما كتشوفو وشوية ديال قصبر يعبس احته هو غير نص معلقة ديال قصبر يعبس خلطت كل شي كتشحر لي ديك البصيلة مزيان فانتو ما كتعرفوه لك انتي خارجة كتقلبي على اسهل لغوستات تديريهم باش ميشدوش لك الوقت بزاف هنايا ضفت من بعد ما تشحرت لي البصيلة ضفت هنايا جوج ماتايشات محكوكي جوج ماتايشات كبار شوية ماشي صغير ورين وضفت هنايا القصبر ومعد النوث كيف ما كتشوفو ومن بعد ما تشحر لي كل شي مزيان ضفت هنايا الفخيضات ديال الجاج هنا عندي الفخيضات ديال الجاج دجا معطرين غيف شوية الزعتر تقدروا انتوما الى ما كانوش معطرين ليكم زيدوا غيشي شوية ديال ديال العطرية وترقدوهم فيهم زيان غير باش تشرب ليكم اكثر حيث مني كيكون الحمول الجاج شوية كيشرب لنا العطرية ديال بلوس سافي هنا يا شحرتهم كيف ما كتشوفو مزيان قليتهم باش يشربوا العطرية حتى هما معا ماتايشة والبصيلة وديك التومة اللي درنا وخليتهم كيطيبو على خطرهم سافي قطيت عليهم وخليتهم هنا كيطيبو هنا من بعد ما طابوا ليه فانا ضفت تغيشي شوية ديال الماء ما اخدوش ليه الماء بزاف حيث ديك الماتايشات لقات الماء ديالها ديك شي لاج ضفت غيشي شوية الماء هنا من بعد ما طابوا ليه رفخي دات حيتهم من تنجرة حيتهم من تنجرة سافي باش ما يتفرتوش ليه باش ما يتفرتوش ليه وغادي نضيف هنا يا الماء غادي نضيف تقريبا واحد اترو ديال الماء مهم عينك ميزانك كيف ما كتشوفو هنا العصوص اللي كانت بقت ليه ربقات خاطرة وزوينة هنا غضفت تقريبا كيف قتلكم شي اترو ديال الماء وخليتوك يغلم زيان وغادي نزيد عليه واحد شوية ديال زويتات العود حيث كيف قتلكم من اللي كانت طيبو الحمو كتزيدو الماء فالزويتة وكل شي كل شي كي نقص ما كيبقاش كيف ما هو سوقتو الماء الماء كخص كيبغي العطرية بالزيد كيف ما كتشوفو هنا من بعد مما غلالي الماء مزيان اه ضفت ليبات كيف قتلكم هاد العوستاد كنديرها بالروز ولكن هنا درتها بالليبات على قبل باش كل شي ياكلها من بعد ما ضفت ليبات ضفت له كيف قتلكم زويتة بلدية حيث كل شي مشامعة الماء وغطت عليه طيب وماللي كان نظور كالقادي كروينة قدامي ولكن ليبات كالطيب وأنا قلت غادي نحيدها عليا هي اللولة باش هكا كيف قتلكم اللي كان خرج من الكوزينة وكم قش نرجع لها نهائيا انا سافي حييت الروينة كاملة وغسلت لي خصويت تغسل ووجيت حتى حتى التباسلات باش هكا تبقالية غير نحط لغضاء كيف ما كتشوفو ليبات عبت لينا وانا بغيت نوريكم هاد تعليقا حيث بديت كان حتى نحط في التباسلات ولكن بغيت نشارك معاكم هاد تعليقا هادي اللي كتجي في هاد ليبات راكت جي غزالة ولديدة تيقون يجربوها وغادي تعجبكم انا حطيت هنا في التباسلات فرديين ودرت لكل واحد الفخيط دياله ودرتها زينتها بشوية ديال فخوماج حمر وشوية ديال قصبر ومعد نوس انا كيعجبني بزاف القصبر ومعد نوس يكونو هاكا تريين فوق الحاجة كيعجبني الماضا قديانو فكانت هي ديال غضي وفا سيل ما سيل وبالاخص اللي كتعرفي راسك خارجة وهنا يا دست باش نشارك معاكم واحد الحاجة زوينا اللي كتعجب اغلب السيدات وهي اللي بس تقليدي فهنا كانت جلبة ديالي يلا جبتها من عند الخياطة وهي اللي قررت انني لبسها وصراحة كيف ما تخيلتها كيف ما درتها ليا اه بغيتها تكون سامبل الخياطة كيف ما قلتها لها كيف ما درتها دكشيه لاش قررت انا اني نشاركها معاكم فها كيف ما كتشوفوا خديت هنا اي غير المليفة مليفة السامبل ودرت ليها هاد الخياطة هادي ديال ببانا وكان هذا هو الشال اللي اختاريتو يكون معاها واحد لاستويس انا كنديرها انا كناخد الشال قبل جلابة علاش باش اللي كولو غلي في جلابة هما اللي تبازوا على الشال باش ما تبقيش تقلبي بعد الخطرات كتتاخدي شي جلابة ولا شيلون وكتوحلي في الشال فدكشيه لاش هاد الاسوس هادي كتسهل عليكم بزاف لباس ديالكم ولمغياج ديال ديال اللي كولوغ معا جلابة اما بالنسبة الخياطة فغادي نخلي لكم لي كوردوني ديولها كاملين حيث بغيمون ديرا اتمينة مناسبة جدا اتمينة مناسبة جدا بغا بغز عما خياطات وحدين اخرين اللي انا ضرت وشفت وكنشوف انهم زايدين في التامن بزاف فغادي نخلي لكم لي كوردوني ديولها باش تواصلوا محا هاي لبغيتو اي حاجة غير كتسفتو لها السكرين ديال ديال الرشمن اللي بغيتو او للخياطة اللي بغيتو التوب وهي كتكلف لكم بكل شي وكتدير احتى لاليف غيزة وكيف كتشوفو الخياطة فهي ماشي خياطة سوقية فهي خياطة ديال المعلمية ودكش لاش قررت اناني نشاركها معاكم فكان هذا ولا فيديو ديال اليوم كنتمنى من كل قلبي انه ويكون الاعجاب ديالكم ما تنسونيش في لايك لي كومنتر وبطبيعة الحال حتى البغتاج حتى هو مع الناس اللي اعزاز عليكم وبطبيعة الحال فيديوهات اللي عجبوكم تبغتاجوهم مع الناس اللي اعزاز عليكم وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله تبقوا على خير